السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنبدأ مع بعض بيونيت 3 من منهج الماس. هنذاكر مع بعض الليسون 1. قبل ما نبدأ ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. علشان يوصل للكل والكل يستفد. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامتي كله علشان يصلكم اي فيديو جديد. انا بنزل. النهاردة بيه الليسون 1 بعنوان يعني قياس الاطوال. انا عندي لو زي الشجرة اللي قدامي دي. وانا عاوز اعرف اللي بتاعتها قد ايه. يعني طول الشجرة دي قد ايه. تمام? مثلا قدامي باب. وانا عاوز اعرف الليس بتاعي الباب ده قد ايه. عندي وعاوز اعرف الليس. عاوز اعرف المسافة بتوين كايرو تو المسافة ما بين القاهرة والاسكندرية انا ممكن استخدم ايه لو حباية زي الحباية دي صغيرة خالص وانا عاوز اعرف اللينس بتاعتها قد ايه طيب انا هستخدم ايه يا ترى هل في كل القياسات اللي انا اتكلمت عنها دي ات انا باستخدم حاجة واحدة بس ولا باستخدم اكتر من حاجة لا طبعا انا باستخدم اكتر من حاجة علشان اعمل يعني علشان اعمل ايه قياس للاشياء طيب ايه وحدات القياس عندي هي ايه وحدات القياس زي ما شايفين معايا كده اول حاجة عندي كيلو مدر كيلو مدر اللي هو الكيلو متر وانا باختصره برمز كي ام شايفين معايا اولها كي كيلو مدر باختصرها بكي ام تمام انا لو بتكلم بالامريكان بقول كيلو مدر لو بتكلم بيه البريطاني بقول كيلو مدر تمام حرف الار هنا ما بنطقهوش اما في الامريكان عندي حرف الار بنطقهو اما حرف تي بنطقهو كده دي خفيفة ده اسمه الكيلو متر اسمه ايه الكيلو متر قول عليه كيلو مدر كيلو مدر طيب باستخدمه في ايه انا باستخدمه عشان قيز بيه الحاجات او الاشياء اللي بتكون فيري 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 لونج يعني بتكون طويلة جدا زي ايه يا ميس يعني عايز اعرف مثلا لو انا عاوز اعرف المسافة بتوين كايرو ان الكزاندريا فانا هستخدم ايه هستخدم الكيلو مدر طبعا دي مسافة طويلة خالص فانا لازم استخدم وحدة قياسية تكون لونج تكون طويلة خالص علشان نقدر ايس بيها المسافة دي دي با عندي الكيلو مدر هي دي اكبر وحدة قياسية في درسينا النهاردة بعد كده عندي المدر المدر اللي هو المتر بيكون اقل من الكيلو مدر هو بيكون ايه اقل من الكيلو مدر رمزها ايه باخد طبعا اول حرف منها يبقى عندي رمزها اام باستخدمها علشان بيها الاشياء اللي بتكون عندي يعني بتكون طويلة. يعني زي ايه? يعني مسلا عندي زي الشجرة دي. انا عاوز اعرف بتاعتها قدي ايه? فحستخدم ايه? هستخدم المدر. المدر بستخدمه لقياس الاطوال بتاعتها اللي بتكون طويلة. اما بتكون طيب. قلي منها بشوية دي سي مدر. دي سي مدر. يبقى عندنا كيلو مدر. المدر. وبعد كده عندنا دي سي مدر. ساصرها بحط عندي دي والام. اقل منها بشوية. عندي سانا مدر. سانا مدر. اللي هو السانتي متر. اسمه سانا مدر. سانا مدر. وبرمظ له سي ام. سي ام. باخد عندي حرف سي. وهنا حرف الام يبقى سي ام. سانا مدر. سانا مدر. تمام? طيب دي طبعا بتكون اقل من دي. انا باستخدمها في ايه? بتكون عندي ايه? سمول. يعني بتكون صغيرة. لكن ما بتكونش الاشياء اللي بتكون صغيرة. يعني مسلا زي ايه? يعني مسلا لو انا عاوز ايه سطول الالم الرصاص ده فحاستخدم عندي السانا مدر. طيب لان دا انا علشان استخدمه باستخدم في قياسه المصطرة. باستخدم ايه? باستخدم عندي لي هي المصطرة عندي السانا مدر اللي هو السنتيمتر. انا لو عاوز اعمل دا الالم الرصاص ده عاوز اقيسه باiew? هاستخدم عندي المصطرة بتاعتنا زي ما احنا عارفين المصطرة بنستخدمها علشان نقيس بيها الاشياء اللي بتكون عندي او اللي بتكون يعني بتكون قصيرة يعني ما ينفعش مسلا ترابيزة كبيرة خالصة عندي وهقول ان انا هاقسها بالسنتيمتر او يعني هاستخدم المصطرة علشان اقسها لا طبعا فانا هستخدم ده علشان اقيس بيه اللي بتكون بتكون قصيرة زي مسلا عندي ده انا عاوز اعرف ده قد ايه استخدم الرورل اللي هي المصطرة علشان اعرف يعني الطول بتاع مين الورق ده تمام طيب اللي قال منها شوية اللي هي ملي ميدر ملي ميدر تمام وانا برمز لها بايه بالام ام برمز لها بي ام ام يبقى انا باخد اول حرف من هنا واول حرف من هنا يبقى رمزها ام ام لازم نكون واخدين ملنا كويس وملاحظين ان الميدر بيبقى ام واحدة اما بتكون عندي دابل ام بستخدمه في ايه بعمل بيه قياس مجر للنس الاطوال اللي بتكون سمول بتكون صغيرة جدا 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 زي مسلا عندي اللي هو النمل انا عشان يعني الطول بتاع النملة بستخدم ايه بستخدم تمام حاجة صغيرة جدا السن بتاع البنصل القلب رصاص انا علشان اعمل له اللينس بتاعه بستخدم يعني زي ما قلت الحاجات اللي بتكون فيري فيري سمول اوكي يبقى طيب هو كمان بيضيف على الوحدات القياسية دي الاساسية هو هنا ضيف عليها ضيف عليها ايه يبقى عندنا اول حاجة كيلو مدر عندنا وعندنا وعندنا ساني وعندنا لينس يونس وحدات قياس الاطوال تمام يبقى اوضاف لوحدات القياس الاساسية اضاف عندنا في النص طيب والعاد هنا في الجزئية دي شايفين معايا في التيبل الصغير ده فيي هنا عندنا ايه? شايفين معايا طبعا الجدول ده مهم جدا جدا عندنا وبعده وبعد كده عندنا لازم نكونوا عارفينهم كده بالترتيب طيب عندنا في كام عندنا في يعني لما بيكون معايا مسلا شيء عوزة احول اعمل بعمل عندنا ايه بعمل وطبعا هو هنا جايبهم شايفين معايا في الجزئية دي جايب بيقول ان عندنا تمام الحاجات دي كلها لازم نحفوزها كويس جدا حد هيقول يا نحن ممكن نتلخبط طيب يبقى عندنا الاسهل لما يكون عندي مسألة ان انا ارسم ده ممكن ما ارسموش في الكراسة او في الورقة اللي معايا وممكن ارسموه لكن يكون في ذهني بمعنى برسم عندي ده لازم اكون عارف بالترتيب طبعا ده بيكون عندنا وكل ما بنزل تحت شوية فعندنا بيكون اقل فاقل 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 فعاوز احول من الكيلو مدر احول او ت Martine مدر البعمل without even a thousand طيب عندنا من المدر لدي سي middle بعمل доيمز تان من الدي سي middle عشان اوصل لي السني 12 يبقى بعمل بردو zum. ومن السني عشان اوصل للم implement برضو بعمل تم تان حد هيقول يا مش طيب انش كله قلتي تان من مس كيمkg هنا عندنا لما جيت عملت من الكيلو مدر للمدر علشان هنا عندنا فيه هنا برضو عندنا وحدات قياس هنا لكن هي مش موجودة علينا في الدرس ده هي موجودة تقريبا عندكم في الدرس الرابع لكن للأسف هي للاطلاع فقط لكن هي كانت مقررة العام الماضي لكن السنة دي هو خلاها للاطلاع فقط تمام فبالتالي هنا عندنا الكيلو مدر على طول هيبقى عندنا مدر وزي ما قلت فيه هنا وحدات قياس تانية هي مش مطالب بيها عندنا في الدرس ده هي زي ما قلت موجودة فيه الدرس الرابع تقريبا لكن برضو زي ما قلت هي للاطلاع فقط تمام فالمهم خليكم عارفين لما باجي احول من الكيلو مدر للمدر بعمل تايمز الف تايمز عندنا وان ساوزند والباقي كله تايمز تايم طيب حد هيقول يا ميس طب انا لو عاوز احول من المدر لصاني مدر هعمل ايه؟ هنا احنا عندنا فيه ايه؟ في عندنا ما بين المدر وفي عندنا ما بين الصاني مدر فيه عندنا كم؟ عندنا بعمل كده تايمز تاني يبقى احنا عملنا قد ام تايمز تين مرة ومرة تانية عملنا تايمز تين يبقى على بعض دول كم مرة يبقى عملت تايمز وان هندرد ميجي قولي اعمل كونفيرت فروم مدر تو ساني مدر يبقى هقوله تايمز وان هندرد لو قالي من الديسي مدر تو عندنا الميلي مدر فبردو انا هعمل ام كده عملت جام بمرة قولت تايمز تين وهعمل مرة تانية هقول برضو تايمز تين يبقى عندنا كام وان هندرد طيب انا دلوقتي عاوزة ارجع لورا عاوزة احول اعمل كونفيرت فروم السمولست تو زا بيجست من الصغير الكبير هعمل ايه يعني هرجع لورا علشان اعمل من السمول عندنا تو زا بيجست يبقى بعمل عملية ديفجن لو هحول عندنا فروم زا بيجست تو زا سمولست بعمل تايمز تين معادة اول واحدة بس الكيلو مدر عندنا والمدر بعمل تايمز وان تاوزند تمام طيب يبقى عندنا برجع لورا بعمل ديفجن هحول من الميلي مدر هحول للساني مدر هعمل ديفجن هحول من الساني مدر للديسي مدر يبقى هعمل برضو ديفجن من الديسي مدر للمدر يبقى انا هعمل ديفجن ومن المدر للكيلو مدر هعمل ديفجن وان تاوزند تمام او هعمل كونفيرت فروم الميلي مدر تو المدر يبقى عندنا كده كان تان كده وان هوندرد وكده وان تاوزند يبقى عشان اعمل كونفيرت فروم ميلي مدر تو مدر يبقى انا هعمل ديفايدد وان تاوزند فاهمين قصدي يبقى انا لازم عندي التابل ده كده احفظه زي اسمي بالزبط انسى كل حاجة وركز على التابل ده لان التابل ده هيكون معي هو المحور اللي انا هشتغل عليه باقي الوحدة كلها تمام طيب تعالوا كده مع بعض نحل الاسئلة يعني ضع دائرة حول افضل وحدة قياس لكل من الاطوال عندنا يعني ارتفاع طالب دلوقتي انا لو عاوز ايس الطول بتاعك هستخدم عندنا الكيلو مدر لا طبعا مش هستخدمه احنا قلنا الكيلو مدر با استخدمه علشان نقيص المسافات طيب هستخدم عندنا المدر لا طبعا انا هستخدم عندنا ايه تمام طيب تعالوا بعد كده هنا بيقول مسافة يبقى على الطول عندنا كيلو مدر بيقول هنا بيقول نهر النيل هقيسه بايه طبعا عندنا دي مسافة كبيرة او نهر النيل عندنا طويل فبالتالي انا هقيسه بالكيلو مدر النملة طبعا احنا عارفين ان النملة بتكون يبقى عندي هختار ايه ملي مدر طيب عندنا كمان مسافة يبقى على طول عندنا كيلو مدر ما بين عندنا الكايرو والكزندريا القاهرة والاسكندرية يبقى على طول عندنا كيلو مدر طيب هنا بيقول كمبليت وان كيلو مدر وان كيلو مدر فيها عندنا كام اكوالد مدر اوان كيلو مدر في وان ساوزند مدر تعالوا كده قبل ما نحل نرسم التابو بتاعنا علشان نكون عشان نرف نحل بكل صورة عندنا هبدأ كده اول حاجة هنا حكتل كده كيلو مدر وبعدين عندنا هنا في مدر في بعد كده ايه قمنا دي سي مدر وبعدين سوني مدر وبعدين معايا هنا ملي مدر تمام بالشكل ده يلا معايا عندنا الكيلو مدر في كام مدر عندنا كده في وان ساوزند نكتبهم برضو بعدين هنا في من ده لده تين هنا تايمزتين وهنا تايمزتين تمام? وطبعا لو بعمل من السمول البيجست بعمل ديفواجد فيان عندنا كيلو مدر الميلور شافين معاك وان ساوزان وهنا في يبقى اوان تايمز وان ساوزان هيدينا وان ساوزان طيب هنا سكستين سوني متر ايكولز عاوزنا نحولها مليمتر طيب ما هو سوني متر فيه كام مليمتر عندنا فيه تن يبقى كل اللي هعملها اقول سكستين تايمز تن هحط بس جنبها زي وتبقى وان هاندر سكستين طيب اللي بعدها بيقول 12 ديسي متر يبقى انا حول من الديسي متر لصاني متر الديسي متر في كام من الصاني متر في تن يبقى انا حقول 12 times 10 equals 120 عندنا 5 متر احولها لصاني متر يبقى عندنا هقوله 5 المتر في كام صاني متر في 100 يبقى عندنا هقوله 500 لان 5 times 100 equals 500 هنا عندنا كيلو مدرز equals 40 thousand مدرز هنا عندنا كام زيرو عندنا حط 4 zeros طيب هيو الكيلو مدر في كام مدر هتقول لي يا ميس هو في 1000 هعمل cancel dual مع دول حيدينا كام حيدينا 40 يبقى 40 كيلو مدرز حيدينا 40 thousand مدرز هنا 7000 مدرز equals كيلو مدرز عندنا هنا من the smallest to the biggest عملنا convert يبقى معنا كده هعمل عندنا المدرز لما جي احول لكلو مدرز يعني هقول 7000 divided 1000 هعمل دول cancel مع دول حيبقى عندنا 7 تمام هنا 9000 ميلي مدر عاوزه لسوني مدر يبقى ده عندنا smallest بحوله ل the biggest اهو عندنا في كام من هنا ل هنا عندنا تن يبقى حعمل divide 10 يبقى 9000 divided 10 cancel zero ده مع 0 ده هيبقى عندنا كام 900 طب هنا 70 سوني مدر فين السوني مدر اهو يبقى ده عندنا small يبقى بعمل ده هيبقى خطوة واحد ده بس ما بينهم يبقى divide 10 يبقى ده divide 10 equals ده مع ده يبقى حادينا 7 طب هنا بيقول 5 سوني مدر هنا سوني مدر وهنا ملي مدر وهنا ملي مدر يبقى ده عندنا كام ده هتبقى 50 ده 50 ملي مدر هقول له plus 3 يبقى equals 53 ملي مدر طيب ده 8 مدر وهنا صوني مدر وصوني مدر لازم احول المدر احوله لصوني مدر يبقى عندي لما حول المدر لصوني مدر يبقى فيها 100 يبقى 8 times 100 equals عندنا 800 800 plus 45 equals 800 مدر وصوني مدر وصوني مدر يبقى لازم احول المدر احوله لصوني مدر في كام صوني مدر قلنا فيه 100 يبقى سريدي تبقى 300 هقول له plus اللي هي 48 يبقى لما اقول plus يبقى 300 48 هنا عندنا ده بيقول لك meters عاوز كيلو متر وهو ودينا الشق ده كله قال لنا ده meters يبقى الكيلو متر اللي هي ايه اللي هي في 1000 دي يبقى عندي هقول له 3 كيلو متر 1 كيلو متر في 1000 فهين 1000 اللي هي 3 يبقى حطاه هنا والباقي كله في المتر هنا نفس الشيء عاوزها كيلو متر اللي موجودة في 1000 ده هي ايه الكيلو متر والباقي كله ده عندنا المتر طب هنا ده كيلو متر وده متر فالمتر هنا عاوزنا احصري عاوزنا نحولها المتر يبقى هقول له ايه عندنا 27 الكيلو متر لما حوله المتر في 1000 يبقى 27 دي احط قدامها 3 من الزيروز هقول له plus اللي هي 55 يبقى 5 plus 0 5 5 plus 0 0 والزيرو هينزل وحط ال 27 بس كده عندنا فيها كام مدر عندنا المدر اللي هو ده يبقى 4 مدر وعندنا الباقي اللي هو ده ازاي يا ميس تعالوا نشوف احنا قلنا دي وانز دي تينز دي هندرد وعاوزها مدر دي كلها سوني مدر فبالتالي عندنا اللي موجود فيه خانة الهندرد بلايس ده عندنا هو الفور تمام هو ده عندنا المدر والباقي هيكون سوني مدر تمام طيب تعالوا في المسألة دي مختلفة شوية عندنا هنا ايت هوندرد نوينتي سبن ميلي ميلر عاوزها بساني ميلر هنعمل ازاي يبقى عندي اول حاجة احنا هنحول من ده لده يبقى احنا بنعمل من يبقى عندنا هعمل طيب عندنا يبقى همشي كم عندنا فهنا عندنا دي هتبقى هي ميلي ميلر والرقم ده كله النمبر ده كله هو عندنا تمام عشان هنعمل فعندنا نمبر وان بس كده اللي هي ايه عندنا بس هناخدها هنا والباقي كله هنحطه هنا هنا لما عملنا فاحنا اخدنا الفور عشان الفور هندرد تمام فاخدنا الفور الوحدها والباقي هنا لكن احنا هنا عملنا فحنا اخد التن عندنا دي الوحدها والباقي هو اللي هنحطه في طبعا جي لها برضو جزئية لكن هتاخدوها ان شاء الله السنة الجاية في سنة خمسة تمام هنا عندنا ده مينس ده يبقى نحول ده الاول لإيه لمدر فالكيلو مدر فيه كم مدر عندنا في وان ساوزاند ودي يبقى 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 اللي هو ده حيدينا كم حيدينا تو ساوزاند تمام يبقى دي عندنا اكواليز تو ساوزاند اسفل جدا ما كانتش واضحة تمام هنا فايند زا ميسنج ننبرز يعني اكتب الاعداد المفقودة اللي ده نفس الطريقة برضو هنا عندنا جايب ايه جايب عندنا مدر وجايب ساني مدر عندنا يكون زا بيجيس الاكبر فبالتالي بعمل عملية ديفجن من المدر من الساني مدر ليه المدر بعمل ديفاديد وان هندرد بالتالي انا هرجع عندنا تو نامبرز يبقى هنا عندنا كده في تو زيروز يبقى كده وان كده تون او يعني هنا في زيرو زيرو برجع تون دجس اللي ورا يعني تمام يبقى عندنا مين عندنا التون طيب والباقي طبعا بيبقى هو عندنا الساني مدر فهمني طبعا برضو لازم نكون رسمين التابل قدامنا نرسمه فين التابل ولا عارفينه لأ برضو نرسمه علشان ايه تكون معاكم سهلة وواضحة عندنا كده الكيلو مدر تمام عندنا هنا المدر وبعد كده الديسي مدر وعندنا الساني مدر وعندنا الملي مدر طيب هنا عاوز ايه عاوز اللي فوق يبقى هقول له ده بلاس ده تمام طيب يبقى انا اول حاجة لازم احول الكيلو مدر دي عشان هو عندنا هنا في مدر. يبقى دي فيها كام دي عندنا فيها سري ساوزاند صح لان الكيلو مدر في الف مدر. يبقى سري ساوزاند MORA cup 106 الـ هو عاوز اللي فوق هقوله بلاس 40 يبقى 0 plus zero equal zero بلاس 0 ديرو 4 والزيرو هينزل ومعايا اسري حتنسى. هنا عندنا سافن ويهت عاوزين نحوذي نحول من الثاني مدر نحوذ للمدر. من الثاني مدر هنحولها لدي. يبقى عندنا كده كم? كده يبقى هعمل عشان برجع لورا. طيب يبقى عندنا كده فيها كم? يبقى كده عندنا كده عندنا يبقى دي عندنا اللي هي المدر ودي عندنا ايه? الباقي احطه في السن مدر. تمام? طيب تعالي نحلل تحتها. هنا نعاوزين نحول من ده هنحوله للمدر. يبقى عندنا الكيلو المدر فيه كم مدر? قلنا وان ساوزن. يبقى عندنا طايمز وان ساوزن. يبقى ايه ساوزن? هقول له بلاس عندنا الاتي ايد. هيدينا كم? هيدينا طبعا الات. هنزلهم. والزيرو ده هينزل. وعندنا الات هتنزل. وحط عندنا هنا الكامر. تمام? في المكان ده. هنا بيقول. عاوزنا نكتب القيمة الحاجات دي في اقل حاجة هنا عندنا فين? تعالوا الاول نجربهم. عندنا فيه اقل حاجة هنا فيه ايت مدر. ودي ايت عندنا ساوزن. احنا ممكن نحولهم لأقل حاجة فيهم. اقل حاجة هنا عندنا فين? اللي هو الملي لدر. يبقى انا احاول كل حاجة من دول لملي لده. فعندنا الايت مدر فيها كم ملي? عندنا الايت مدر دي فيها ايت ساوزن. ادي عندنا كده ايت ساوزن. هحاولها اعمل لها كونفيرت لأقل حاجة معي. اقل حاجة معي الملي مدر. فبالتالي انا احاولهم كلهم لأقل حاجة عندي هنا. وبعدين عندنا دي في ايت ساوزن. لما حاولها لملي مدر. عندنا اللي دي صاني مدر. يبقى فيه هكام فيه تن. يبقى هزود بس عندنا ايه? زير واحدة بس. تمام? بعدين عندنا دي فيها كام من دي. دي فيها حواليها كامل كلهم. فيه كام ملي مليون. فيه كام مليون. وهنا عندنا ايه? يبقى ايت مليون. عندنا زيرو زيرو. تمام? كده ايه? كده مليون. وفي الاخر خالص احط الايت. يبقى عندنا زليست اقل حاجة طبعا اللي هي الايت دي نمبر وان. وبعدين دي نمبر تو. خلص عندنا ودي نمبر ستري ودي نمبر بور. تمام? طيب تعالوا كده نشوف اللي بعد يعني القطار بيغطي شايفين معايا كم كيلو متر في في الدقيقة يعني ايه المسافة المسافة اللي القطار يعني بيغطيها يعني في سبع دقائق يعني بيقول هنا في الكيلو متر يبقى هنا يقول ان القطار بيغطي ثلاثة كيلو متر في الدقيقة بيقول ايه المسافة اللي القطار يعني بيغطيها في سبع دقائق يبقى انا هقوله اول حاجة عشان اعرف اول منس فيها قد ايه عشان هو هنا بيقول بايه بالكيلو متر تمام? يبقى انا هقوله ايه كيلو متر طيب بعد كده بيقول عاوزها طبعا ان ان مدر عاوزها بيه المترات يبقى انا هقوله اني دي كيلو متر اكوالز اكوالز كام عندي متر واحدة المسألة اللي احنا بناخدها طيب هنا عندي وهنا يبقى انا هعمل تايمز كام? تايمز وان ساوزند لما بحول بعمل كيلو متر بعمل تايمز وان ساوزند واحط هنا هقول اكوال زيرو 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 واحط هنا بتاعتي دي الانترات هنا عندما العلماء استدد يعني بيقول درسوا ذا انسل اللي هو عش النمل ذا فاوند ذات هما وجدوا اتواز وجدوا ايه ان في ايت ميدرز يعني بيقول تمن امتار ديب يعني بعمق يعني كام عدد السنتيمترات بيقول اللي حتكون شو يورك طيب هما العلماء درسوا ايه درسوا العش بتاع النمل ووجدوا ان هما كمان عمق بقد ايه تمانية متر يبقى انا كان بيقول ذا كولني هاد بيقول ذا كولني هاد تو موف طنز اف سويل بيقول يعني كان مستعمرة من النمل بتحرك ايه اطنانا من ايه من الطربة to construct their nest علشان يعني يبنوا العش بتاعهم the workers ants اللي هما عمال النمل had to carry loads of soil يعني يقول ان عمال النمل كانوا بيحملوا خمولات ايه من الطربة بقد ايه بوان كيلو متر اللي وان كيلو متر يعني لي to the surface يعني للسطح if one ant لو نملة واحدة carried يعني النملة الواحدة بس carried a ten loads of soil يعني حملت كان حمولة عشر حمولات من الطربة في ايه in a week في الاسبوع how many kilometers did it travel كما عدد الكيلو مترات اللي هي تنقلها while بينما moving the soil يعني اثناء ما هي بتحول ايه الطربة how many meters وعاوز يعرف المترز ويه السنمترات يبقى هي اول حاجة بتعمل carry 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 لقد ايه لوان كيلو متر لقد ايه وان كيلو متر طيب بيقولك لو النملة الواحدة بيقول if one ant لو النملة الواحدة حملت قد ايه ten loads يبقى الواحدة بس بتحمل ten loads يعني عشر حمولات يبقى انا عندي تني دي هي اللي هشتغل عليها هي تني طبعا عندي بيقول ten كيلو متر يبقى لما اجي احول التن كيلو متر لي الكيلو متر بكم طبعا التن كيلو متر هي هي بكم هي هي تن كيلو متر او بقول ten times one بكم عندي بتن كيلو متر طبعا لما اجي احول الكيلو متر لما اعمل كيلو متر بعمل ايه قلنا بنعمل times times ايه قلنا times one thousand يبقى انا هقول التن دي times cam one thousand equal المكان دي هحط cam zero عندي four zeros تمام وهقول عندي الوان وحط الكومة طيب عاوزين نحول الكيلو متر دي نحولها ليه ساني متر قلنا بكم قلنا الكيلو متر لما بحوله للمدر بكم بان ساوزند بكم بان ساوزند طيب وبعد كده المدر لما بحوله ليه ساني متر بكم عندي بان هندرد يبقى في كام زيرو في تو زيرو يبقى لما اقول النمبر ده كله التن اللي هي ايه اللي هو ميديها انه هو يقول عشر اطنان او عشر حمولات يبقى نقول كده هنا عندي كام زير one two three four five six يبقى اقول one two three four five six تمام وحط الone واقول هنا عندي ايه الكومة بتاعتي وهنا كومة تمام؟ يقول يعني بيقول ثمية النمل الحفار بهذا الاسم لانهم يبنونه عشاشهم فين بيقول داخل الخشب. هما مبياكلوش الخشب ده. بيقول يعني بدلا يعني هما بيعملوا ايه نفق? النفق ده بيكون يعني سلس. هنا بيقول من خلاله للمستعمرة بتاعتهم اللي هو النمل الحفار ده يعني بيقول يمكن ان يصل طول النمل الحفار ده لخامس سنتيميدر عندي كامس سناميدر بعد كده بيقول خلاني يعني بيقول ان المستعمرة الناضجة بيقول كان يعني ممكن تصل الى قد ايه شايفين النمبر ده يعني لو النملة ده بيقول يعني وقف كده يعني صف يعني في النهاية يعني من النهاية لنهاية كل نملة. كل نملة بيقول طول ها قد ايه وان سناميدر. هاو ميني ميدرز لونج وض الاين اف وان هاندر ساوز انس بي. ناوز كام عدد المترات يبقى شوف مع بعض اول حاجة هنا بيقول اني كاربينتر انس بيصل يوصل هنا عندي الطول بتاعه قد ايه لسري سنتيميدر. والنملة الناضج بيوصل لأدي لون هاندر ساوز انس بعد كده بيقول ايه ايه افزي لو يعني النملة اصطف من النهاية للنهاية كل نملة طول ها قد ايه عاوز يعرف هاو ميني ميدرز لونج وض الاين وان هاندر ساوز اند انس بيب. يبقى هنقول اول حاجة طبعا هي كام هي عندي وان يبقى انا هقول له الوان دي طايمز الكام الوان هاندر ساوز اند. حايديني كام حايديني ايه نفس النمبر بتاعي ده. تمام? طيب يبقى انا هقول له كده كام? هقول له كده سانا ميدر. طيب بعد كده النمبر ده انا هحوله لايه? هحوله ليه ميدر. هحوله ايه لميدر. احنا هنا مشتغل بيقول هاو ميني ميدرز. يبقى ده هحوله الميدرز. يبقى انا هقول له اني الوان هندرد. ساوز اند قلو سانتي ميدرز اكوالز كام ميدر. طيب السانا ميدر لما باجي احوله ليه الميدر بنعمل ايه? طبعا ده سمول وده ايه? وده عندي بيج. يبقى انا هقول ديفايد. هقول ديفايدد كام? هقول ديفايدد وان هندرد. يبقى عندي النمبر بتاعي اللي هو ده. هقوله ديفايدد باي كام? وان هندرد. اكوالز طبعا دول حيروخوا مع دول. هيبقى عندي مين? الوان ساوزاند. يبقى هقوله اكوالز كام وان ساوزاند. تمام? شوف اللي بعدها. استخدم المعلومات المنقودة من العنصر الاولاني. شايفين معي اللاين او الطبور اللي هما هيوقفوه قد ايه? الرقم ده. يبقى انا هقوله النمبر اللي هو ده اللي هو مديهوني. اللي هو الرقم ده. هقوله مين? طايمز وان. مثل هو مديهاني من فوق. بيقول يبقى انا هقوله طايمز وان اكوالز طبعا هيديني ايه? نفس النتج بتاعي. هقوله السانة ميدر ده. هقوله السانة ميدر. الخطوة اللي بعد كده هنحول السانة ميدر دي هنحولها الميدر. يبقى هقوله السانة ميدر اللي هو النمبر ده. حكتب كده عندي هنا زيرو هنا زيرو كده وان. وهنا زيرو زيرو سانة ميدر اكوالز كام عندي ميدر. طيب نشوف مع بعض ازاي? هيدا طبعا دي سمول ودي ايه? دي بيج. يبقى هامل هقوله طبعا وان هندرد. تمام? انا كده اختصتها عشان خطواته المكان. هشيل ده مع ده وده مع ده. هيديني كام? هيديني عندي طبعا ده زيرو. هيديني وان ساوزان ميدر. تمام? بالشكل ده. الميدر دي انا هحولها لي ايه? لكيلو ميدر. علشان هم عاوزها بالكيلو ميدر. زي ما عملنا هنا كان عاوزها بيه الميدر. هنا عاوزها بيه الكيلو ميدر. يبقى عندي دي اللي هو نتجة قطلع ده. هقوله ايكوالز ايكوالز كام كيلو ميدر? عشان احول من ده السمول ده البج يبقى هعمل ايه? هعمل ديفايد باي. ديفايد باي ايه? طبعا النمبر ده لما عاولوا ليه النمبر ده بعمل ديفايد باي وان ايه? وان ساوزان. يبقى طبعا ده هيروح مع ده يبقى هيديني كام? وان كيلو ميدر. افضل قياس عشان ايه بيه الانس النملة. طبعا عندنا المليمتر. عندنا الحاجات الصغيرة خالص دي تقاص بيه المليمتر. فور كيلو ميدر زي ايكوالز كام متر عندنا الكيلو متر في وان سارزان. يبقى فور تايمز وان سارزان دي ايكوالز فور سارزان. تين متر زي ايكوالز كام صاني متر ما هو الميتر في طيب والتين متر يبقى يبقى يعني كده عندنا فيها كام زير والتين فيها زيرو. وطايمز الوان هندرد دي فيها يبقى عندنا كام هنزل كل الزيروز اللي معي يعني آآ الفايف ساوزاند مليمتر هحولها الميتر. طبعا ما حول الصغير اللي كبير يبقى هعمل ديفايد لايه? لون ساوزاند. طبعا دول هيريكم مع دول هيبقى بس الفايف. يبقى انا هختار ايه? آآ السؤال اللي بعده بيقول ساكستي تو دي سي متر. هحوله الصانتي متر حعمل تاني. لما اجي حول الميتر لصاني متر ما هو الميتر في وان هندرد من الصاني متر. يعني انا هعمل ديفايد للوان هندرد. هكانسي الثوزيروز مع الثوزيروز دول بقى بس عندنا سيرتي. اللي بعده ده صاني متر اكوالز. فطبعا ده لما يقولي بالشكل ده معناه ان الفورب في الميتر يبقى انا في الميتر اهي? والتويني سري في الصاني متر يعني انا هختار سي. نمبر ايد فور دي متر ودي سكستين دي سي متر. يبقى انا احول الميتر احوله الدي سي متر. الميتر في كام دي سي متر فيه عندنا تن. يبقى فور تايمز تن عندنا فورتي. هقول له بلاس سكستين. زيرو بلاس six equal six. وfour plus one equals the five. يبقى هاختار fifty six. three kilometer plus three hundred. انا عندي الكيلو متر في كم من المتر في one thousand. يبقى هقول له فيها three thousand. plus three hundred دي. يبقى three thousand three hundred. اللي هي عندنا ايه? تمام? الكيلو متر احاولها المتر. مالكيلو متر في one thousand. يبقى دي five thousand. هقول له plus five. هيدينا five thousand five. سبنا نعمل لهم قدشها مع بعض. البعض بيقول six meter. عاوزها صاني متر. six hundred plus fifty. يبقى six hundred fifty. هاختار b. هنا بيقول which sentence best between a meter وkilometer. اي واحدة من دول بتوضح العلاقة ما بين عندنا المتر والكيلو متر. هنا عندنا ان الكيلو متر بيقول لك اكوارز one hundred meter. لا الكيلو متر في one thousand. طيب المتر از اكوار one thousand كيلو متر? لا. الكيلو متر اه عندنا الكيلو متر في ايه? one thousand meter. السلام هاختار b. اخر حاجة معايا بيقول ايوزنج عاوزنا نستخدم ده علشان نجد هنا الموجودة في التابل دي بكام? دي عندنا عشان احولها. ليه? الكيلو متر فيه كام? ساني متر. فيها كام? one hundred thousand. هقول له تايم سيكستي. بقى هقول سيكستي تايمز one hundred thousand. عندنا كام زيرو? عندنا one two three four five six. عندنا يعني سيكس مليون. يبقى هختار سيكس مليون. وكده نكون خلص درسنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايف للفيديو. thank you for watching. bye bye.